سلسلة إجراءات أمن الحل السياسي المرتقب لا يزال يدور في حلقة مفرغة بينما تبدو كل الطرق المؤدية إليه مليئة بالحفر والعوائق أخطرها تلك التي يصنعها الحل نفسه ترى الحكومة في خطة الحل المقدمة من ولد الشيخ فخا جديدا على طريق إنهاء الانقلاب وخروجا خطيرا عن المسار المفترض للحل في اليمن لكنها بالمقابل لا تفعل شيئا على الأرض بما يضع شروطها محل اعتبار المجتمع الدولي الساعي لإغلاق ملف الأزمة اليمنية بأي شكل من الأشكال على ما يبدو وزير الخارجي عبد الملك المخلافي قال إن خارطة الطريق التي تقدم بإسماعيل ولد الشيخ لا يمكن أن تصنع سلاما وإنما ستزيد من الصراعات والاقتتال الداخلي لأنها لم تلتزم بمرجعيات الحل المعتمدة وبينها قرار مجلس الأمن 22-16 مؤكدا أن حكومته لن تتعامل مع الخارطة بشكلها الحالي وأن أي حل نثبت الانقلاب أو يكافئ الميليشيا الانقلابية التي فرضت هذه الحرب لن يكتب له النجاح ولن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال حسب قوله النبعث الأممي إلى اليمن في صنعاء منذ ثلاثة أيام ولا يبدو أن مشاورات مع وفد الانقلابيين قد وصلت إلى نتيجة فيما تنتظره مشاورات أصعب مع الحكومة في الريال التي يتوقع أن يغادر إليها بعد انتهاء زيارته إلى صنعاء الخارجية الأمريكية أعلنت عن زيارات مرتقبة لجون كيري منتصف شهر نوفمبر الجاري إلى سلطنة عمان ودولة الإمارات لبحث ملف التسوية في اليمن وربما تأتي هذه الزيارة في إطار البحث عن ضغط من جانب الدولتين على طرفي الأزمة اليمنية تتزايد وطيرة التحركات السعية لإنهاء الحرب في اليمن لكن الفعل لا يزال قاصرا والحلول المطروحة في هذه اللحظة تبدو فصلا جديدا من فصول أزمة لا يريد لها أحد نهاية قريبة ترجمة نانسي قنقر